من قناة الجديد مساء الخير في عنوين هذه النشرة مشروع المشنوق لترابلس ادخلوها بسلام آمنين والعين على العلم الأسود هذا العلم لا يجوز أن يرفع على الأرض اللبنانية في المستشفى الحكومي غليان الموظفين والماء بيردي بتضطر تسخني على صخان للماء أين ذهب مليار الدولار عائدات الخلوي للبلديات إذا كملت هيك البلديات رح تسكر جوابة وطعتم فتحها لشركة النظافة من داخل حلب تسويق داعشي جديد لحدود رعاية السوداء وفي النشرة أوبرا وكلاشنكوف ومفاعل نووي خلاصة القيصر في المحلوسة تفاصيل هذه العنوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل أهلا بكم صوت الرياح أقوى من أي ضجيج سياسي وبحلول هذا المساء تكون العاصفة يوهان قد أصبحت في التداول المناخي وهي تعقب عاصفة خالد الظاهرة طائفية التي خلفت وراءها أضرارا في الممتلكات السياسية لتيار المستقبل نفسه الذي ما زال يحتفظ بمخلفات الحروب يأخذ على الآخرين الاحتفاظ بسلاحهم وهو يمتلك ترسانة من الأسلحة السياسية ذات الرؤوس السامة لم يعاقب المستقبل نائبه على جرمه الطائفي لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق تحدث إلى الجديد معلقا أن الحاش خالد اجتهد والله سيمحو وهذا اجتهاد وأخراج أمام الرأي العام من وزير الداخلية لابن بيته السياسي أما الرأي الخاص فله عباراته المستقلة التي لا تخرج إلى العلن المشنوق أعلن أن الخطة الأمنية في البقاع ستطبق في اليومين المقبلين وبعد عودته من عمان حيث سيلتقي الملك الأردني وأعلن وزير الداخلية في موضوع ترابلوس أن راية الدولة الإسلامية لن ترفع في المدينة وهي التي ذبح تحتها عسكريون لبنانيون كما أن المدينة لن تسمى قلعة المسلمين بل ستستبدل بشعار أدخلوها بسلام آمنين على جوانب قضية ترابلوس اعتصامات بالمفرق وحركة مناقلات غير مسبوقة في الجمارك دفع بها وزير المال علي حسن خليل ولزم قرارها إلى المدير العام للجمارك 800 شخص من الضابط الجمركية بين رتباء وأفراد عصفت بهم رياح الوزير الذي وعد بمناقلات أخرى تشمل السلكين الإداري والعسكري أقوى العواصف العربية هي تلك التي حملت فلاديمير بوتن إلى مصر إذ نتج عنها مفاعل نووي برعاية روسية على الأراضي المصرية زيارة القيصر للمشير أعقبت تطويقا خليجيا لسحابة تسريبات المنسوبة إلى السيسي وينتقد فيها دول الخليج إذ أن قادة هذه الدول أنفسهم بادروا إلى التواصل مع الرئيس المصري مؤكدين متانة العلاقة بمصر التي لن يهزها أي تسريب سد عالي سياسي خليجي رفع حول مصر الدولة العربية التي تواجه الإرهاب المتلطي في سينائها وبعض محافظاتها وتعالج مخلفات تركة الإخوان الثقيلة واليوم ترفع روسيا مع جمهورية مصر العربية أول طوب عمارة الطاقة النووية لأغراض سلمية في مدينة الضبعة بمرسمة روح وتلك مرساة لتوليد الطاقة السياسية التي تحتاج إليها المنطقة فروسيا ومصر التجددان اليوم تاريخا ينطق به السد العالي في أسوان الذي أنشئ بمساهمة آلاف الخبراء السوفيات وتتحدث عن تلك العلاقة عشرات المصانع بينها مصنع الحديد والصلب في حلوان ومد الخطوط الكهربائية إلى الإسكندرية على أن المرحلة اليوم تتجاوز الإماء لتدخل في إعادة تلميع السلاح على زمن تحتاج فيه مصر إلى أن تخلي السلاح صاحي وزير الداخلية نهاد المشاكلة مع الزميلة يمنى فواز أن الرايات السود ستزال من طرابلس ومن كل لبنان إلى ماذا ستتحول هذه الساحة؟ يعني سنستبدل كلمة الله ما ستكون محلقة؟ لا على الأمر لا علاقة صلى الله بإسم الله جل جلال الأمر يتعلق بكلمة طرابلس قلعة المسلمين طرابلس قلعة كل اللبنانيين وكل الوطنيين وكل الطوائف ادخلوها بسلام آمنين أي قرآنية كريمة تقرأ لكل الناس مثل ما كلمة الله جل جلاله هي لكل المؤمنين من كل الطوائف ليس هناك من بحث على الإطلاق بنزع أو بتشويه أو بالتعرض لكلمة الله جل جلاله في الساحة إذا استبدلنا قلعة المسلمين بإدخلوها بسلام آمنين وأنا فعلا تشاورت مع سماحك مفتي الشمال اللي بحقيه على موقفه ومع الشيخ سالم الرافعي اللي اليوم طلع بيان قال فيه أنه هو لم يوافق أنا ما رح أقول له لشيخ سالم غير أني بتمنى عليه راجع موقفه أما مسئلة العلم الأسود فأنا لازلت على موقفي من اللحظة الأولى هذا جديد هذا العلم برمزيته تستعملوا تنظيم تكفيري أتى العسكريين لبنانيين وذبح مواطنين لبنانيين تحت رايته لذلك اسمحوا لي بهذا الموضوع سأعمل على أن لا يكون هناك علما أسودا على كل الأراضي اللبنانية هاي مسألة مش خاض على النقاش ولا بتقلل من شأن المسلمين ولا بتصيب طرابلوس إلا بالخير لكن ليس في الشمال فقط الأعلام السوداء في صيدر في كل مكان هذا العلم لا يجوز أن يرفع على الأرض اللبنانية بس هو عالم كان يستخدمه يعني على أيام النبي في الحروب كان يستعمل في الحروب أيام النبي صلى الله عليه وسلم الآن طرابلوس ليست في حرب مع أحد ولا صيدر في حرب مع أحد وإذا فيه ببيروت بيروت ليست في حرب مع أحد حج خالد اجتهد ومفعل بمسألة ما كان مطلع عليها هل الإنفعالات دايما مسموحة من قبل نائب موجود بمجلس النواب؟ كلامه عمل يعني تسوي لللي قاله أول مبارح أو سعليك منيح؟ ما عندي جواب غير الله يسامح في مثل بيقول إذا بتزعل من صاحبك من أول غلصة ما بيبقى عندك صحاب تيار المستقبل إلى متى سيحمل خالد الظاهر وأخطاء؟ ست يومنا أنا ما عندي تأرير جدية بهذا المعنى يعني ما بدأي اعتمد على كلام ناس مش كلام ناس في مجموعة لا ما عندي تأرير بهذا المعنى أكيد ممكن تلاقي المعلومات عند فرع المعلومات عند مخبرات الجيل بعدك أنا أني بدأي بهذا الموضوع حتدأي فيه؟ نعم بالنسبة للزواج المدني أبرس بعدها بعيدة؟ أبرس كتير قريبة إذا كان هناك ناس يريدون خروج من هذا النظام طائفي كليا أنا بشجعهم ولكن بالقانون بإقرار قانون في المجلس النواب طب حضرتك حتكون من الله حيمضوا أو ما حتمضوا؟ عند عرض قانون الزواج المدني الاختياري في مجلس النواب طبعا فيما يتعلق اليوم بحوار المستقبل وحزب الله؟ أهم شيء أن الحوار مستمر وحيدل مستمر النتائج حتى الآن لا يمكن نقول بأنه سراتيجية فيما يتعلق بالحدود هل ستعطوا الشرعية لحزب الله ليقاتل المجموعات المسلحة؟ إذا تسأليني كمستقبل نحن خيارنا هو الدولي يعني منذ قدومك إلى وزارة الداخلية عدد من الأشياء طرحتها وقلت ستعمل على أساسها مربع الموت؟ هذا من ضمن خطة البقاع أي متى سنشهد؟ قريبا جدا قريبا جدا لكن ليه اليوم بس ما ننطبق الخطة الأمنية بالبقاع بنطلع متل مقابلات الصوت يعني؟ عملية صيدة عملية ترابلوس كانت معلنة وما زلك تنمو عملية البقاع أيضا؟ وعملية البقاع معلنة أنها ستحدث ولاحقا بيروت وبعد الضحي الجنوبية إذا تفهمنا عليها؟ كلهم شايفينك يعني اليوم سلوكك سلوك رئيس حقومي قادم؟ هذا القرار يؤخذ بالأكثرية النيابية أولا وقبل الأكثرية النيابية هو هذا القرار عند الرئيس سعد الحريري وأنا بعود وبأكد أنه أنا أريد وأطالب بأن يأتي سعد الحريري مع حفظ الألقاب إلى البلد وأن يشكل هو الحكومي أنا مرشحي الأول والدائم والأكيد وبشكل جدي هو عودة الرئيس الحريري وتشكيله للحكومي رئيس مجلس إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي يستقيل والموظفون يطالبون بحقوقهم وبتجهيز المستشفى بحاجاته البديهية تحقيق للزميلة ليالبو موسى بعدما باءت محاولات تنفيذ الخطة الإنقاذية لمستشفى رفيق الحريري الحكومي بالفشل قرر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمستشفى دكتور فيصل شاتيلة إعلان استقالته فدع الإعلام إلى مؤتمر صحفي لكنه عاد وألغى المؤتمر أو أجله مع أن استقالته باتت في مكتب وزير الصحة وائل أبو فعور كاميرا الجديد وعلى رغم إلغاء المؤتمر قصدت المستشفى لتنقل مطالب الموظفين الوزراء الموجودين تخلوا عن هذه المستشفى بس إلا بالتصوير الإعلامي كتير بيحبوها على أرض الواقع كلهم تخلوا عنها أقروا لتلزيم الصيانة البناء التحتية للمؤسسة وللمعدات أقروا أنه بالخطة الأنقاذية مجلس الإنماء والأعمار هو اللي يقوم فيها ما التزموا مع مجلس الإنماء والأعمار أقروا 20 مليار ليرة مساهمة للدور اللي عم تقوم فيه بالمجتمع اللبناني هاي دي المؤسسة تندفع سنويا بمواعد ثابت ما التزموا أقروا بجدولة الديون الموجودة على المستشفى للموردين ما التزموا بد يجبوا لها معدات جديدة بقيمة 10 مليون دولار لأنه معداتها كلها استهلكت فما التزموا نحن صارنا خمسة سنين كل آخر شهر بدنا نعتصم وعايشين بقلق دائم أنه حنقبض أو ما حنقبض أنا مش مضطر إشحد ولا برر لكون أنا موظف عملت امتحانات ونجحت كمجلس خدمة مدنية وبدي حقق عم بعمل واجبي وبدي حقق قلولي غلطان شي نحن كموظفين بنطالب يعني حتى همنا بالراتر الشهر يبطل الأساس من 6 شهر رفعنا لطلب الأساس هو الاستقرار بدنا نحن دعم دائم للمستشفى نحو استمراريتها دعم دائم بمعداتها للأدوية اللي بتقليبين أصوفيها للمطلبات وقضية الرواتب لم تعد المطلب الأساس للموظف في المستشفى الحكومي بل بات همه الأكبر المطالبة بدعم هذا المستشفى لما يعانيه من نقص في أبسط الحاجات من ماء ساخن حتى الدواء مشكلتنا مش مشكلة معاش يا جماعة هلأ المعاش استاذ علي حسن خليل سيمدل حوالي وحنقبض بعد بهاليومين بس نحن مشكلتنا المستشفى ما فيها تكفي نعبضنا ولا ما عبضنا مثل ما اتفضلت ما فيه ماء سخنة ما فيه دواء ما فيه معدات نشتغل فيها فعم نلجأ لكثير من الأساليب لحتى لنعطي نأمن حاجات المريض هلأ واحدة منهم انه لقيت ساخني له ماء بتضطر تسخنيه على سخان للماء بس المشكلة انه لما تعوزي دواء المشكلة لما بكتعملي عمل طبي جراحي وبحاجة انت لما عدت شو بديك تعملي لما المجلس الوزراء ما التزم والوزراء ما قاموا بواجبهم تجاه المؤسسة هيدا المورد ما رح يعود يعطينا وما بقى عم يعطينا لانه ناطر حقه بالنهاية هو منه يعني ما عم بقدم معداته بلاش ما زالنا عم نحكي بكل النقاط في اليوم كمان حديث بينحكي عن موضوع براد الموتى انه هو مليان وعم براد عم بينحكي اتنين بفرد براد هيدا الحديث هيدا تفصيل بمشكلة المستشفى وما علمنا يعني ما حدا من الموظفين هون عنده اطلاع هايك موضوع هيدا ما بقدر لأكدلك كله انفيلك كما اعلنت لجنة الموظفين في مستشفى رفيق الحرير الحكوم اعتصامها الذي سيبدأ غدا حتى استحصال حقوق الموظفين والمستشفى معا ليالبو موسى قناة الجديد وجهة نظر معظم الوزراء في الطرح الاخير المتعلق بآلية دفع الاموال المجمدة الى البلديات في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة عرضها وزير الاتصالات بطرس حرب فما وجهة نظر الطيار الوطني الذي عارض الطرح ولماذا رفضه لم ينتهي نقاش اقرار الية لصرف الاموال المجمدة والمخصصة للبلديات عند حدود مجلس الوزراء بين وزيري الاتصالات والخارجية فالطيار الوطني يرى انها معركة على البلديات ان تربحها في وجه حوت النفايات وهنا يسأل المتابع ما علاقة تكاليف معالجة النفايات باموال الخلوي المجمدة التي لا يحق لدولة ان تصرفها على تكاليف النظافة وماذا عن تأكيد الوزير بطرس حرب في مقابلة سابقة ان الاموال المجمدة وهي 673 مليار ليرة ستصرف للبلديات ولو عبر الصندوق البلدي المستقل ما بدنا نوزع الاموال لسوكلين مش للبلديات نحن بدنا نوزع للبلديات بس اللي ما حكين بارح معي للوزير بطرس حرب هو انه في مادة رابعة بمشروع المرسوم يلي هو موافق عليه ونحن معطردين عليه اتطاع ما يصل الى 90% من اموال البلديات الى شركات نظافة من حساب الصندوق البلدي المستقل اللي ما قالوا عليه ابيعادات الخليوية عن البلديات واتحاد البلديات يقططع بصورة استثنائية تب لا بصورة استثنائية اذا قانونية لا بصورة استثنائية اتحادات البلديات 50% البلديات يلي تحت المليار 60% البلديات اللي عائداتها فوق المليار 90% بناخد بلدية ترابلوس عند بلدية ترابلوس من الـ 2010 لليوم بعائدات الخليوية 30 مليار و 414 مليون و 120 ألف هذا حسب جدول وزارة الاتصالات الاقتطاع 27 مليار ما تبقى 3 مليار فاصل 341 مليون حرب ذكر ان الاشكال تركز على المادة الخامسة والخمسين التي تنص على توزيع الاموال الى الصندوق البلدي المستقل للاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي فالخلوي لا يمكن تحديد اطار بلدي له لكن كنعان يؤكد ان الية تحديد نطاق للخلوي كانت مشكلة لكنها لم تكن المعضلة اذا اختلفنا على المعيار لا نفترض المعيار هو عوامية اتصال لا يجب استعمال اشكال تقنية حتى بالاخر نحور اموال مثل هايدي بهاي المبالغ الكبيرة تصل الى الاف المليارات لتنمية محلية نحولها الى شركات نظافة او الى اي امر اخر اما عن مليار الدولار الذي جمده وزير العمل شرب النحاس عام 2010 كحق متراكم للبلديات منذ عام 94 من نسبة الخلوي فيرا كنعان ان معظمها ذهب في غير مكانه انه لا الوزير حرب بنفس الحوالي حول 1000 مليار ارادات خزينة بنفس الحوالي وستمية وثلاثة وسبعين مليار اللي عم نحكي عنه للعائد للبلديات من 2010 هود الستمية وثلاثة وسبعين الى 2014 وبالتالي في 1000 مليار بزيت الورقة راحوا ارادات خزينة المخالفة الاولى هي انه حول للميلية لانه المادة 55 بتقول مباشرة الى كل بلدية وإلا بخليهم عنده لانه هوا امانة بس نتفق على القلية بحول ضغري للبلديات ما في لزوم يروحوا على الميلية اتنين افتربنا انه راحوا للميلية ماشي الحال بعت بس 673 مليار والالف مليار اللي كان مجمد راح لوين راح ارادات خزينة اذا كملت هيك البلديات راح تسكر بوابة وطعتم فتيحها لشركة النظافة هي حرب قائمة اليوم بين طرفين ائذن الاول يؤكد ان اموال البلديات من الخلوي توزعها وزارة المال وقررت دفع ديون النفايات منها بشكل استثنائي والاخر يرى ان حق البلديات ان تأخذ اموالها المتراكمة مباشرة وفورا وبين الدراسة القانونية للمواد والحسابات السياسية مليار دولار ضائعة واصحابها هم الاحواج اليوم اليها اعلن المكتب الاعلامي لوزير المال علي حسن خليل انه تطبيقا للخطة التي بدأها الوزير فقد اجريت مناقلات في صفوف رجال الضابط الجمركية شملت نحو 800 من الرتباء والافراد التابعين لجميع الوحدات الجمركية يذكر انها المرة الاولى التي تحصل فيها حركة مناقلات بهذا القدر وستليها مناقلات اخرى سوف تشمل ايضا السلكين الاداري والعسكري في الجمارك ومن شأن هذه الاجراءات ان تؤدي الى تحسين الاداء الجمركي ازالة الشعارات في طرابلس لا تزال تقدم مضاجع اساسة ومشايخ المدينة انا مستعد ان اعتذر من اي شخص صغير في المسؤولية مهما كان وزنه ودوره اذا اختطوا بحقه كلمة الله هي للمسلمين والمسيحيين ولكل المؤمنين العاصفة التي اطلقها النائب الممدد خالد الظاهر من ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس سرعان ما بدأت بالانحصار وسرعان ما لقت توجيهات وزير الداخلية نهاد المشنوق اصداء في عاصمة الشمال لكي تبدأ القوى الامنية تنفيذ ما اتفق عليه من ازالة للشعارات مقرارات الحوار التي تم بين طيار المستقبل وحزب الله والتي تم الاتفاق بموجبه على ازالة جميع الصور والاعلام والشعارات الحزبية والدينية من صيدة الى طرابلس كلفنا وبناء لتوجيهات وتعليمات معالي وزير الداخلية القوى الامنية بالعمل على ازالة هذه الشعارات مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار رأى من جهته ان الاتصالات ما زالت جارية لاستبدال عبارة طرابلس قلعة المسلمين الى عبارات اخرى تعكس صورة مدينة طرابلس هذه العبارة ليس لمصلحة المدينة ولا تعبر عن اي مطلب من مطالب المسلمين على الاطلاق ماذا يستفيد المسلمين من هذه العبارة لا اعتقد ان وضعها فيه ثواب كما اني لا اعتقد ان رفعها فيه عقاب او اثم لا وضعها من باب الواجبات والسنن الدينية ولا رفعها من باب يعني المكروه او الحرام او المحظور في شريعتنا هذه عبارة وضعت في مناخ يعني امني وسياسي مضى انا امل ان يوضع مكانها طرابلس مدينة العلم والعلماء ادخلوها بسلام الامنين لكن هذه العبارة لا تحقق مكسبا واحدا لا اهل طرابلس لا المسلمين ولا المسيحيين اما رئيس رابطة مختري طرابلس ربيع امراد فاكد ان طرابلس ستبقى رمزا للعيش المشترك مشددا على ازالة جميع الشعارات الحزبية مع عدم المس بالشعارات الدينية هي اسمها سحة عبد الحميد كرامي سحة رزعيم طرابلس ولبنان عبد الحميد كرامي المرحوم هذه ما فيك تغيرها ان مواضع اسم الجلالة اللي هو الله هو رمز رمز ربنا سبحانه وتعالى وهذا الاله المعبود من الجميع فالله يعني لا يفر ويبه العكس يوحد ونحن نحترم كلام الله سبحانه وتعالى واسم الله سبحانه وتعالى وهذا اسم الجلالة يعني ما حدا فيه يزيد عليه وحده الشيخ سالم الرافعي غرد خارج السرب اذ رفض في بيان صادر عنه المس بعبارة طرابلس قلعة المسلمين شركات تعبئة الغاز تقفل أبوابها في وجه الموزعين يوما واحدا والموزعون يتحدثون عن احتكار نزل موزع قوارير الغاز شركة تعبئة الغاز صباح يوم الثلاثاء وبعد ثلاثة أيام من الإقفال يفاجأون بأنهم لن ينالوا حصتهم اليوم فالخزانات فرغت بحسب العاملين في الشركة ولم يعبأ لهم الغاز لبيعه في السوق رفض التعبئة أثار غضب الموزعين الذين رأوا أن الشركة تحتكر الغاز حتى يوم غد إلى حين ارتفاع الأسعار بس بدنا نعرف غاز أنه بتنزل أنت جمعة بتعبر بتروح ثابت أحد تنين عطلة ما فيه بتنزل ثلاثة بيقولك ما فيه غاز ده بدنا نعرف ليش ما فيه غاز أنه هيدا القصة فيها أنها من الشركة الكبيرة فيها أنها من الأمي الكبيرة مش الشركة الصغيرة نحنا معهم بس بدنا نعرف أنه هل هي للتغلية ولا مش ليغلوها هالخزنات الكبيرة معقولة بيفضوا بيومان لما عبدال لك شركة الغاز ما عاش فيه غاز بل خزنات معقولة بيومان بيفضوا ما معقولة بأيام الحرب كان يعبوا للعالم قد ما بدأ صرخة الموزعين أوصلناها إلى الشركة لكن دريعة نفسها كانت حاضرة الخزنات فرغت والأربعاء تملأوا من جديد بس عادي بكرة فيه غاز عادي بس ما أنت بكرة فيه غاز لأنه بكرة حتغلى ألف ما عم تعطوهن اليوم لا لا ما بهمنش والله عم تغلى وتنزل ولأنه لا رقيب ولا حسيب فإن يوما واحدا من الاحتكار يعود قليلا على شركات الغاز بعد الانخفاض الدراماتيكي في الأسعار وذرائع نفاذ المخزون تبقى مجرد تبريرات بحسب الموزعين مشكلة ممازوت في البقاع أو لا مشكلة المحطات لم تتسلم الكميات المطلوبة والشركات الموزعة تسلم ما لديها والمستولدة تؤكد أن لا أزمة وأن مادة المزود موجودة بالسوق وبكميات كبيرة بدأت تسود مناطق البقاع إشاعات عن أزمة في المحروقات لا سيما مادة المزود وذلك بسبب امتناع الشركات عن تسليم الكميات المخصصة في انتظار رفع الأسعار وذلك بعد الخسارة التي منوا بها نتيجة انخفاض الأسعار على مدى الأشهر الماضية والتي بلغت أكثر من 12 ألف ليرة لبنانية طلبنا البضاعة بكرة بتيجي عادة وما هذه القصة ماش موجودة عننا إن شاء الله فهي كمية ليلة كمية ليلة وانا باتتسار أنه طلب لا يلقى تسليم الشركات الموزعة للمحروقات في السوق المحلي أكدت أنها تقوم بتسليم ما لديها من كميات عازية سبب بوادر الأزمة إلى الطلب الكبير نتيجة العاصفة وعدم وضع جدول أسعار من قبل وزارة الطاقة ارتفاع بس ما أنه كافي ما أنه كافي حسب ما حسب ما بتكلموا الشركات سعر الكلف اللي على يوم والطلب زيد ما بخفيك أنه طلب كتير زيد عمالية الموزع في كميات عبتتسلم ما بخفيك بس ما أنه كميات كافي لعبتتسلم بالبلد اليوم يعني أهل أهل الشركات هي عم بتتقنن بعملية التسليم أو أنه نعم لأنه في عندها خسايا بالاتصالات معهم قال عندهم خسايا هذا الموضوع مين بيعالجه نحن منطالب ما علي وزير الطاقة لمعالجة هذا الموضوع إذن المسألة كلها عند الشركات المستوردة التي أكدت أن أكثر من مائة ألف طن دخلت الأسواق اللبنانية في الأسبوعين الماضيين وأن بواخر محملة بنحو أربعين ألف طن تنتظر تراجع حدة العاصفة لتتمكن من تفريغ حملتها ما فيه أي مشكلة بتاتان التسليمات كانت طبيعية حتى أنه هناك بحوالي الأربعين ألف طن ببواخر موجودة حاليا على الشرط اللبناني ناطرة أنه التقص يصير أفضل ولو تأخر 48 ساعة أو 72 ساعة بضاعة موجودة بالبلد أطعى للبضاعة ما فيه وتسليمات طبيعية البعض اليوم يتهم الشركات المستوردة أنها بتخزن على السعر الواطئ لمشانت بيها على السعر العالي هي أن الشركات خسرت خسير هائلة كمان بلطلع فيه خسير مثل النزلي لأنه صارت طلعة مش طبيعية تتعدى لعشرين بالمئة بثلاثة يام ما بتلحق الدولة اللبنانية لأن معدل تسعير بالدولة اللبنانية هو معدل الأربع أسابيع اللي ماضية ومع تطمين المواطنين ألا أزمة في المحروقات لمح البعض إلى أن بعض المناطق تعاني نقصا في المازوت بسبب تهريب هذه المادة إلى سوريا في حين استبعدت مصادر أخرى هذا الأمر لكون التهريب يجري بكميات محدودة جون كونتلي يجول في حلب ويسوق للدولة الإسلامية من قلب حلب أطل علينا الصحفي البريطاني جون كونتلي في شريط ترويجي جديد للدولة الإسلامية فبعدما جال مراسل داعش في الموصل وعين العرب كوباني ها هو يجول في حلب السورية محملا ما سماها قوات الأسد مسؤولية الخراب والنزوح خصوصا بعدما انضمت إليها الطائرات الأمريكية بكثير من الحماسة يصف كونتلي المنطقة ليشعرك بأنها لو لا القصف لكانت في أفضل أحوالها في ظل حكم داعش ويظهر مقطع الفيديو كذلك أطفالا يتعلمون اللغة العربية ويحفظون القرآن الكريم سيكونون مجاهدي المنطقة للأجيال القادمة بحسب كونتلي ويشرح كونتلي بعض جوانب الشريعة كما يتحدث الصحفي في الفيديو إلى أحد المقاتلين الفرنسيين في صفوف التنظيم الذي يدعو إلى شن هجمات في فرنسا ويشار إلى أن كونتلي محتجز لدى التنظيم منذ نحو عامين وهو ظهر أول مرة باللباس البرتقالي ليصبح بعد ذلك مراسلا لداعش في ختام زيارته القاهرة رئيس الروسي فلاديمير بوتن يتفق ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي على إنشاء مفاعل نووي برعاية روسية على الأراضي المصرية اتفق الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتن على إنشاء محطة نووية في منطقة الضبعة وعلى إنشاء منطقة حرة بين البلدين الاتفاق أعلنه السيسي في المؤتمر السحفي المشترك الذي جمعه ونظيره روسي عقب المباحثات التي أجريها في قصر القبة الرئاسي في القاهرة وقد أكدنا في هذا المجال على وقوفنا جنبا إلى جنب في مواجهة هذه التحديات ففي ظل تفشي آفة الإرهاب البغيت الذي أضحى يعاني منه العالم أجمع فقد اتفقت مع الرئيس الروسي على أن تحدي الإرهاب الذي تواجهه مصر والذي واجهته روسيا أيضا لا يقف عند أي تحدود وأشار بوتين لأن المفاوضات تركزت على التعاون الاقتصادي بين البلدين وأفاق التعاون في مجال الطاقة النووية توصلنا إلى قرارات نهائية حول بناء محطة لتوليد الكهرباء النووية تشمل بناء المحطة وتدريب الكوادر وتطوير الدراسات والأبحاث العلمية وهناك أفاق واعدة في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الكوني يذكر أن مدينة الضبعة التي سينشأ المفاعل النووي فيها هي جزء من محافظة مطروح وتطل على البحر المتوسط في عام 2010 اختارها الرئيس الأسبق حسن مبارك لتكون المدينة الحاضنة لأول مشروع نووي مصري للأغراض البحثية وتوليد الطاقة الكهربائية بعدما كانت إحدى المدن الساحلية السياحية الكبرى وشهد اليوم الثاني والأخير من زيارة بوتين للقاهرة مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الروسي في قصر القبة واستعرض الرئيسان السيسي وبوتين حرس الشرف الذي استفى لتحيته وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين لمصر وروسيا ورافق الخيال دخول موكب الرئيس بوتين قصر القبة وتزامنا حلقت المروحيات فوقه وقد ازدانت حضائقه بالورد الأبيض والأحمر والأزرق ألوان علم روسيا الاتحادية وأطلقت المدفعية 21 طلقة لدى دخول الرئيس بوتين قصر القبة واستفى علد من تلاميذة المدارس حاملين الأعلام المصرية والروسية لتحية الرئيس الضيف موسيقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل يلتقي الجالية اللبنانية في بلجيكا شدد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال لقاء ان عقد مع الجالية اللبنانية في بروكسل على أن داعش والمجموعات المتطرفة ضرر كبير على الإنسانية جمعاء وشبهها بالطاعون وبالسرطان الذي يتمدد خطره ويشمل أوروبا والعالم ما لم يتم استئصاله بدنا نسمع بعضنا وهيدي السقاف الأهم يلي بدنا نربي ولادنا عليها لأنه إذا ما ربينا ولادنا على قبول بعضنا البعض ربيناهم على الحقد الحقد بيأكل صاحبه وبيأكل اللي عم بيتلقاه وهيدي شرط الأساسي للوحدة الوحدة والحوار بين بعضنا البعض تنجح على محطة تنجح بمرحلة بس الحوار ما بيأسس لشراكة وطنية حقيقية إذا مش قايم على سقافة القبول بالآخر وشرح بسيل أن إسرائيل هي التي تبادر دائما إلى الاعتداء على لبنان وأن العملية الأخيرة في مزارع شبعة قد نفذت على أرض لبنانية محتلة خارج الخط الأزرق وعلى قافلة عسكرية مؤكدا تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 وبقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان أصحاب معامل الحجارة يعتصمون في عكار رفضا لإدخال حجارة سورية وبكميات كبيرة ومن دون مراقبة نفذ أصحاب معامل الحجارة الأسود والبازلت في محافظة عكار اعتصاما تحذيريا عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة العبودية وذلك احتجاجا على دخول كميات كبيرة من هذه الحجارة من سوريا إلى لبنان الأمر الذي يتعارض مع القوانين أصحاب المعامل أبدوا تخوفهم من وجود صفقات من تحت الطاولة وطواطئ من بعض عناصر الجمارك ما يسمح بدخول ما يقارب تسعة ألاف طن كل يوم اثنين وخميس من مختلف أنواع الحجارة بحسب قولهم الأمر الذي عطل تصريف الإنتاج اللبناني الذي يعمد أصحاب المعامل إلى استخراجه من الأرض بكلفة 12 دولار وضمن القوانين البيئية في حين أن الحجر السوري يجري تصريفه في البؤر غير الشرعية بثمانية دولارات للمتر الواحد نحن جميعا ندفع مالية ندفع ضريبة بيجي هو بيفتح بورة لا يدفع مالية ولا يدفع شيء وبيجي بيبيع الحجر ألخص منك لدينا حجرنا ما لدينا سوق تصريف لأن الحجر السوري عم يسكر علينا مش هني اللاجئين نحن اللاجئين لأنه ما في موارد نشتغل ما في أي شيء نشتغل فيها وتوقف المعامل هذه منذ فترة رتب على أصحابها استحقاقات مالية كبيرة ما يضاهم أمام خطر الإفلاس المعتصمون أكدوا أنهم سيقومون بتحركات تصعيرية بدءا من يوم الخميس على أن يقوموا باعتراض الشاحنات السورية وإن لازم الأمر سيقطعون الطرق مع عائلاتهم التقى وزير البيئة محمد المشنوق نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان وجر البحث في موضوع التخلص من النفايات الطبية العادية والخطرة وأكد هارون أن النقابة طلبت من المشنوق تمديد المهلاء لعدد من المستشفيات للقيام بالتخلص من نفاياتها إلا أنه رفض نحن نعرف أنه من مدى صدر إنزارات لـ 72 مستشفى خاص بسبب عدم التزام التام بالأنون المذكور يعني نحن مشاهلة منيحة أنه من بعد سنة لهالحديثة ما بقى فيه غير 19 مستشفى خاص غير ملتزمين تماماً يعني ملتزمين جزئياً معالي الوزير عم بصر أنه يتم متابعتهم أنونياً وخاصة أنه سبق وكشفوا وأنذرون بعدم متباقتهم للأنون نحن طلبنا من معالي الوزير أنه يعطيهم مهلة إضافية شهر ولكن لحديث هلأ رفض يعني برجع عبر الإعلام كرر طلبي لمعالي الوزير أنه يعطيهم هالمهلة روسيا كرمت قنصلها أليكسي كروجلوف الذي يرقد جثمانه في كنيسة السيدة في الشويفات وشددت في المناسبة على أهمية الحوار والتوافق بين اللبنانيين احتفلت السفارة الروسية في لبنان بيوم العاملين في الدبلوماسية الروسية فكرمت أليكسي كروجلوف آخر قنصل لها في فلسطين قبل الثورة البولشيفية الذي يرقد جثمانه في مدافن كنيسة السيدة الأرثوذكسية في مدينة الشويفات وفي المناسبة أطلق السفير الروسي أليكساندر زاسبكين سلسلة مواقف تمحورت حول الأوضاع العامة في المنطقة لسيما سوريا التي دعاها إلى التوصل السريع لوقف إطلاق النار وفي شأن اللبناني كرر زاسبكين موقف بلاده الداعي إلى تحييد لبنان عما يحصل من أحداث في المنطقة وتدع روسيا إلى تعجز الأمر والاستقرار في لبنان وحلحلت القضايا الداخلية من خلال الحوار والطواف كهن رعية لشويفات الأب الياس كرم ممثلا متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المتران جورج خضر أطلق صرخة دعا فيها موسكو إلى السعي الجاد لإحلال السلام في هذه المنطقة فكفى قتلا وكفى دمارا وكفى حريقا وتنكيلا واغتصابا وترويعا وفي الختام صلى المجتمعون على طريح كروغلوف ووضعوا الأكليل على قبره صفحة أخبار محلية متفارقة في هذا التقرير بعد النفط والغاز جاء دور المياه العذبة في البحر اللبناني إذ يبدو أن شاطئ اللبناني لا سيما منطقتا القاسمية في الجنوب وشكة في الشمال واعدتين بهذه المياه حيث يقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية بدراستها خلاصة اللقاء الذي تابعه رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري مع وفد من المشاركين في ورشة العمل التي عقدت في مجلس النواب والتي ضمت النواب الممددين محمد قباني وياسين جابر وعلي فياض ووفدا من الخبراء الأوروبيين الأوضاع المحلية والإقليمية عرضها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل والتقى سلام وزير المال علي حسن خليل وبحث في الموضوع الرئاسي مع وزير الصحة وائل أبو فعور الذي رأى أن الفراغ الرئاسي تحول من أزمة سياسية إلى أزمة دستورية لأننا نخشى أن هذا الفراغ الرئاسي الذي طال واسططال أن يتحول من أزمة سياسية إلى أزمة دستورية لا نعرف إلى أين يمكن أن تقود وإلى أين يمكن أن تفف في موضوع الحكومة، الحكومة هي المؤسسة التي اليوم تيسر عمال اللبنانيين وتنوب مرغمة عن رئيس الجمهورية في غياب انتخاب رئيس الجمهورية ويجب أن يكون لدى كل أطراف رغبة وقناعة بتسهيل عمل الحكومة لتسهيل شؤون المواطنين اللبنانيين رأى تكتل التغيير والإصلاح في اجتماعه الأسبوعي أن اللجنة الموقتة في مرفأ بيروت غير قائمة وغير منتظمة بحسب القوانين بناء عليه المطلوب العودة إلى مجلس الوزراء والعودة إلى مجلس الوزراء لأمرين الأمر الأول لتصحيح الخلل القانوني بأن تكون هناك مؤسسة عامة مش لجنة مؤقتة عمره صار خمسة وعشرين سنة من بعد ما انتهى الامتياز سنة التسعين واثنين أن يكون هناك وضوح كامل في طريقة الانفاق في طريقة تصرف بالمال العام في طريقة التصرف أيضا بأملاك الدولة بالأرض العمومية وهذا يخضع للأصول ولا يخضع لمزاجية ولا لاستنساب خصص وزير السياحة ميشيل فرعون مؤتمره الصحفي للحديث عن موضوع السلامة العامة في مراكز التزلج لا سيما بعد الحادث الأليم الذي تعرضت له ميلاني فريحة في أحد مراكز التزلج فرعون دعا إلى رفع مستوى التجهيزات في مراكز التزلج والعمل لتوفير طوافة لنقل المصابين في الحالات الطارئة إضافة إلى توفير أقرب مشفى على أن يكون مجهزا خلال نهاية الأسبوع العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيطالي ومهمة الوحدة الإيطالية العاملة في اليونفل عرضها قائد الجيش العماد جون قهوجي مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال لويجي بينيلي مانتينيلي الذي زاره على رأس وفد مرافق مع الملحق العسكري وبحث العماد قهوجي في برنامج المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني مع السفير الأمريكي في لبنان ديفيد هيل عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري في الأوضاع العامة وقضايا النازحين السوريين في إطار توسيع المساحات الخضري في العاصمة وقعت بلدية بيروت بشخص رئيسها بلال حمد مع عمدة جناف سامي كانعان اتفاقية لإنشاء حديقة للنبات في بيروت حيث ستقدم مدينة جناف الخبرات العلمية لبيروت كي يتمكن المتعهد والاستشاريون من تنفيذ هذا المشروع الذي ستقارب مساحته الإجمالية 20 ألف متر مربع داخل حرش بيروت تعقيبا على ما نشر عن المودعين في مصرف HSBC في سويسرا أكد المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء السابق لياس المور أن ما ورد في الخبر ليس اكتشافا ولا سرا لأن المعلومات المتعلقة بشركات ومشاريع وإنجازات ومجموعة المور منشورة أساسا على موقع مجموعة المور الإلكترونية والموقع الرسمي للرئيس لياس المور حيث يظهر بوضوح أن عدد الشركات وأرقام الأعمال المعلنة تفوق ما ذكر بأضعاف مضعفة وقال المكتب الإعلامي إن مجموعة الشركات ومشاريع امتلكات عائلة المور ليست جديدة ولا طارئة وهي معلنة ومعروفة في لبنان والعالم منذ أكثر من 55 سنة أعلنت السفارة الأمريكية في اليمن عن إغلاق أبوابها بالكامل سياسيا أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن الشعب اليمني كان بحاجة إلى ثورة الحادي عشر من فبراير من أجل عدم سقوط البلد في الفوضى كما أرادت قوان سياسية أنا أنصح الجميع القوى المنزعجة بكلها ألا تتعاطى تجاه إرادة هذا الشعب سلبا لأن مصالحها أيضا يمكن أن تكون عرضة للخطر إذا تعرض هذا الشعب للخطر إذا تعرض اقتصاده للخطر إذا تعرض أمنه للخطر من يراهن على إثارة الفوضى أو الاستهداف لهذا الشعب في اقتصاده أو أمنه هو مخطئ ومصالحه بالتالي ستكون متضررة أما من يتعاطى إيجابا أو في الحد الأدنى بالخياد فبالتأكيد هذا الشعب يقدر الآخرين الرئيس السوري بشار الأسد يعلن رفض بلادها الانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والقوات الكردية تبدأ معارك تحرير مدينة تل أبيض المحاذية لتركيا من التنظيم ومدينة دومة في الغوطة الشرقية تتعرض للقصف واصلت طيران الحربي السوري قصف مدينة دومة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتل والجرحة وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحصيلة ارتفعت منذ ليل الاثنين الثلاثاء إلى ثلاثين قتيلا وأكثر من مئة جريح إضافة إلى الدمار الهائل في الممتلكات وأوضحت مصادر سورية رسمية أن الجيش يحاول تضييق الخناق على المسلحين عند أطراف المدينة وهو نجح في ذلك فيما قالت مصادر المعارضة أن جيش النظام يرتكب مجازر مروعة في دومة وأن القصف استهدف مركزين طبيين في المدينة أحدهم دار استشفاء والثانية نقطة الإسعاف المركزية إضافة إلى السوق الشعبي في المدينة ميدانيا كذلك وبعد تحرير مدينة كوبان عين العرب بدأ الأكراد هجوما على مدينة تل أبيض شمالي سوريا ووقعت المعارك في ريف المدينة وبدأت عشرات العائلات بالهرب إلى تركيا المجاورة وتعد مدينة تل أبيض المحاذية لتركيا كعين العرب من المدن المهمة لداعش الذي حفر فيه الأنفاق وأقام التحصينات على جميع مداخلها استعدادا للمعركة المقبلة وهي معبر تهريب مهم للتنظيم من تركيا إلى سوريا في غضون ذلك سحب تنظيم الدولة مسلحين له وعتادا من مناطق شمالي شرق مدينة حلب السورية ما يشير إلى الضغوط التي يتعرض لها في المحافظات التي أعلن فيها دولة الخلافة يأتي ذلك في وقت أكد الرئيس السوري بشار الأسد في حديث إلى قناة البي بي سي أن بلاده لا تريد الانضمام إلى التحالف الدولي لكنها لا تعارض التعاون مع دول أخرى لمحاربة تنظيم داعش نحن لن ننضم إلى التحالف الدولي الذي يحارب الإرهاب لأنه تحالف مع دول تدعم الإرهاب ولكننا لا نعرض التعاون مع دول أخرى لمحاربة تنظيم داعش والحكومة السورية تتلقى معلومات على نحو غير مباشر عبر شهات أخرى بشأن الطلاعات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة ودول عربية أخرى فوق سوريا وأحيانا ينقلون الرسائل وهي رسائل عامة لكن لا شيء تكتيكيا ولا يوجد حوار فهناك معلومات وليس حوارا ورفض الأسد جهود الولايات المتحدة لتدريب وتستيحي مسلح المعارضة المعتدلة لمواجهة تنظيم داعش على الأرض في سوريا معتبرا أن هذا حلم كاذب مشيرا إلى أنه لا وجود لمعتدلين وأنما هناك متطرفون فقط من تنظيم داعش وجماعة جبهة النصر المرتبطة بتنظيم القاعدة ونفى الأسد وجود ما يسمى براميل متفجرة مؤكدا أن الجيش يستعمل الصواريخ والقنابل كما نفى كذلك أن يكون الجيش قد استعمل غاز ديكلور كسلاح مشيرا إلى أن استخدام هذا النوع من الغاز يؤدي إلى مقتل عشرات الألاف وهو ما لم يحدث في سوريا أكد أوباما أن الولايات المتحدة تتمسك بعلاقاتها بإسرائيل التي لا تنكسر على الرغم من نفضه لقاء رئيس مجلس وزراء حكومة العدو الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في أثناء زيارته الشهر المقبل وأشار في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أنجيلا ماركال في البيت الأبيض إلى أن البروتوكول الدبلوماسي يمنعه من لقاء نتنياهو كما أشار إلى أنه لا يرى سببا لتمديد المحادثات النووية مع إيران مرة أخرى لا أرى أن أي تمديد إضافي سيكون مفيدا إذا لم توافق إيران على الصيغة الأساسية للاتفاق حول البرنامج النووي واتفقنا على أن يواصل المجتمع الدولي فرض العقوبات الحالية على إيران كجزء من جهودنا الدبلوماسية لمنعها من الحصول على السلاح النووي وفي باريس استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ملك المغرب محمد السادس في قصر الإليزي حيث جرى البحث في القضايا الإقليمية والدولية وقد أكد الطرفان متانة العلاقة المغربية الفرنسية وشددها على ضرورة مكافحة الإرهاب وعلى أهمية التعاون المشترك في مجال الأمن بعدما أثارت ستوكهولم غضب كيان الاحتلال الإسرائيلي كأول دولة رئيسة في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين دولة التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس مجلس وزراء السويد الجديد ستيفان لوفين وكان عباس قد وصل الأثنين إلى ستوكهولم في زيارة يسعى من خلالها لتعزيز الدعم الدولي لقضية فلسطين أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أدرجت في لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية مغني الرعب الألماني السابق دانيس كاسبورت الذي أصبح مقاتلا في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وكاسبورت البالغ تسعة وثلاثين عاما هو أحد أكثر الجهاديين في الدولة الإسلامية شهرة في ألمانيا ويدعى أبو طلحة الألماني وأوضحة الخارجية الأمريكية في بيان أنه بات مدرجا في لائحة إرهابيين دوليين ما يعني تجميد كل ممتلكاته الخاضعة للقانون الأمريكي ومنع أي مواطن أمريكي من ممارسة التجارة معه كان في النشرة مشروع المشنوق لترابلوس أدخلوها بسلام آمنين والعين على العالم الأسود هذا العالم لا يجوز أن يرفع على الأرض اللبنانية المستشفى الحكومي غليان الموظفين والماء بيردي بتضطر تسخني على صخان للماء أين ذهب مليار الدولار عائداته الخلوي للبلديات إذا كملت هيك البلديات رح تسكر بوابة وطعت مفتيحها لشركات النظافة من داخل حلب تصويق دعيشي جديد لحدود راية السوداء وفي النشرة أوبرا وكلاشنكوف ومفاعل النووي فلاصة القيصر في المحروسة كان هذا كل ما لدينا من أخبار حتى الساعة فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسنا المتابعة زميلي جوج يلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحديثة عشر ونصف فدمتم بأمان الله اشتركوا في القناة شكرا